ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر وإذا أردتم توسل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم وشكرا لكم السلام عليكم ورحبا بكم مرة أخرى في القناة ديلي دائما إلهام شانيل إسبان إن شاء الله تكونوا بخير والأخير تكونوا مفرحانين تكونوا ناشتين تكون الأمور ديليكم زينوا في تماما جميع السيدات عن جميع حبيبات الوافية على القناة ديلي دائما إلهام شانيل الفيديو ديليوم غلي تكون وصفة سبيسيار باسكا ستكون وصفة مختصة بيد الأسنان وتخلص من الإسفرار وأخيرا ثم أخيرا كنتوا كتبتوا مني هذه الغوصية هذه خصوصا نحن مقبلين على العواشر مقبلين على العيد وعواشركم بروكة من هذا الفيديو هذا ولا من هذا المنبر هذا الجميع سيداته الجميع الحبيبات لدائما كيهنوني في الغيزة السوسيو اي في الباج وفيسيال فيسبوك في الميساجون بخيفي وسيانستاغامي وسيسنابشات فشكرا لكم دائما وأبدا على المساندة ديلكم الدعم ديلكم تشجيعات ديلكم لدائما كتزيد شجعني على المزيد من تقدم والعطاء والنجاح والإستمرارية لقناة ديلي دائما إلهام شانيل هذا الفيديو كنتمنى تعجبكم لأنها مختصة بصبيل الأسنان والتخلص من الإسفيرات الإسفيرات ديال الأسنان يقدر يكون ويراتي كيفما يقدر يكون يعني كي يكون أننا كنشرب وقتين بزاف القهوة بزاف فكيبقى تدريجيا خصوصا اللي ما كناش كنحكو الأسنان ديالنا وحد الشكل اللي هو يومي وعلى الأقل وحد مرتين إلى ثلاثة المرات في اليوم بالكامل فنتمنى هاد الوصفات للإعجاب ديالكم هي سهلة مهلا في القناة قدمت لكم عدة وصفات بخصوص هاد المواضيع عنا له الإعجاب ديالكم ولكن بحكم طالباتكم ورغباتكم لهاد الوصفات هادو فأكيد جئتكم بها فكنتمنى تعجبكم تسافدوا معايا إلا حجبتكم ما تنسوش عملوا لا شار ولا بختارج ولا تشاركوها مع الزملاء وصديقات ديالكم في لقوب باتساب يوسي في لقوب فيسبوك وتخليوا لنا تعليقاتكم وقترحتكم وستفساراتكم أسهلا فهل هاد الفيديو أي فخان التعليقات وما تبخلوش علينا البنات بتاني أهم شيء اللي هما النتائج ديالكم أو النتيجة ديالكم يعني بعدها تجربتكم لأي وصفة طبيعية خصوصا هاد الوصفة ديالتبي الأسنان فمني تجربوها بعد مرة واحد الأسبوع لوم ماكسيموم لأنه النتيجة كسبة من الاستعمال الأول فخليوا لو نجعل اللي resolution كيف أشجزكم مش عجبثكم وم geen عجبثكم مش جلوم معكم لأنه هي سهل امهلا بجوش دي المكونات مكوين سائل لمن كوين بودرة من أبسط المكوينات ومن أسهل المكوينات ومن بين المكوينات موجودين في اي منزل كيف مكانت نوعية ديال لي هو الشكل دياله أيضا وعلى بركة الله naj XMLué أطوبك في مقدمة الفيديو ومشي وانتعرفوا مع بعضنا البعض على مكونات الوصفات shimumah طريقة السحضير ثم طريقة الاستعمال ونبدأ بأول مكون اللي هو البودرة ديال الكركم أو الخركم البلدي بالنسبة للكركم كيف ما كان عرفوا عليه مبيض رائع سواء الأسنان سواء الجسم سواء الواجه سواء المناطق الحساسة سواء أي شيء هو من بين البودرات الرائعين جدا في التبييد والإفكاس يعني من أول استعمال كنت بدأت بليكم نتيجة حتى الثاني استعمال فالكركم اللي استعملت هو كركم الأكلي يعني بزيف سيدتي قدروا يسولوني بخندس عليقات فالبنات هذا هو كركم الطبخ أو كركم الأكل وليس كركم المخصص للوصفات الطبيعية أو للجمال بصفة عامة بالنسبة للكركم ديال الجمال كيتباع عند العطار ولا عند العشاء كيكون زيد شوية مقارنتين مع الكركم العادي ولكن كيكون مختص بالتجميل يعني بالوصفات الطبيعية بالجمال أيضا فهو مفيد ورائع أيضا الناس اللي كيبغي ويبحثوا عليه فممكن كنتبقى عند العشاب والعطار كنتبقى عند العطار أيضا ما كيخليش ديك المواد سبغلينها في الأسنان أو في البشرة أو في الجسم أو في مناطق الحساسة يعني كيكون أحسن من هذا ولكن لي متوفر عندكم في المنزل عمله يعني حتى هذا كيوفي بالغارات دياله وحتى هذا عنده المزايا دياله للإنسان بصفة عامة ممكن تبحتوا عليه للجمال وخصوصا لتبيض الأسنان في الانترنت أكيد وتخليوا لنا الإنسان والأشياء اللي بحثوا عليها والمعلومات أكيد في خمسة تعليقات كم سنستفدو معاكم إلي ما عارفين شي معلومة أكيد ولما لأنا نستفدو من بعضنا البعض بالنسبة لكم تتليستعملت ديالكم لأنه بزف سيداتي قدروا يسولوني في خمسة تعليقات فأنا هنا كنحاول نجاوب على الأسئلة الأكثرية كما نقولوا إلينا الشهيرة اللي تقدروا تتسولوني عليها كنحاول نجاوبكم في هذا الفيديو وأكيد لو كانوا أسئلة واحدة أخرين فعلا راسي وعيني خليهم ليها غير أسفل هاد الفيديو كما قلت لكم بالنسبة لكونتاتي ديال كوركم ولا الكمية ديال كوركم اللي خديت في هاد الوصفة خديت تقريبا ثلاثة ديال معلق صغار ديال الكوركم ممكن تعملوا ملعقة صغيرة إلي كنتوا فرض واحد أو شخص واحد ممكن تعملوا جو ديال معلق ثلاثة ديال معلق يعني نلو شوات يبقى دائما اختياري على حسب الرغبة على حسب انتوما وشنو بغيتو وانتوما وشنو كتفضلو بالنسبة لكونتاتي ديال كوركم دائما اختيارية وليست إجبارية بتاتا عندو الثاني مكون اللي هو عبارة عن مكون سائل اللي هو زيت جاوز الهند أو زيت الكوكو بالنسبة لزيت الكوكو عندو فوائد حتى هو لا تعد ولا تحصل الأسنان ممكن تبحثوا عليه السوغان تغناد فوائده لا تعد ولا تحصل لتبييض الأسنان بالنسبة لكوركو بالنسبة لزيت جاوز الهند أو الكوكو فكيكون بهذا الشكل هذا حاول نقرب لكم باش يبليكم فكيكون بهذا الشكل إلا كان يعني كما نقولو حنا قاسح فكيكون بهذا الشكل في الفصل ديال بردو الفصل ديالشتاك يكون بهذا الشكل في الفصل ديال الصيف وكتكون شمس حارة كيبدأ يدوب لنا تدريجيا حتى كيولي بهذا الشكل ولكن أنا هنا كما كشفتوا رأي باقي مدابجلي لأن هنا مخليها تقريبا واحد ستديالشهورة هو عندي في هذه العلبة كنت خذيتها وكنستعملوا مره 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 في الوصفات في الغصوات لي ومع ذلك كما كتشفوا باقي لحجرة فضروري ما كان دوبوا شديت طريفة ولا قطعة منه ومن بعد شديتها دوبتها وصبحت لي بهذا الشكل هذا فضروري ما تدوبوا عد تستعملوا لأنه يبقى حجرة بحلقة فبفشك تبغيوا تخلطوه كيجيكم شوية سعيب فهذا هو الشكل دياله كما كتشاهدو ثم كتشيني كي وده بغادي ندوزو باش نخلطو مكونات هاد الوصفة السحرية لتبييد الاسنان مع بعضنا البعض أكيد وغادي ناخد زيت جوز الهند أو زيت الكوكو ونضيفه للكوركو نحاول نخلط كيما شفتو غلط لسه ديال معلق صغر تبارك الله اعطوني هاد الكونتت اللي ممكن تكفي الجوش ديال الافراد او لا جوش ديال الاشخاص هاد الاغوست هاد سهلا مهلا خفيفها ضريفة لعلجيب ولا يعني المكونات ديالها سهلين مهلين يعني بسيطة ورخيصة في متناول جميع السيدات وجميع الحبيبات اللي كيبغيوا دائما نعمل لهم سهلين مهلين وبساط ورخاص ففقط كانت منغتنا الإعجاب ديالكم وتجربوها وتعطوني الأراء ديالكم دائما وابدا غادي نحاول نزيد ديال الزيت جوز الهند او زيت الكوكو بالنسبة لهاد الزيت هاد هاد هو رائع جدا لما له من فوائد لا تعد ولا تحصى للبشرة وللجمال بصفة عامة يعني ممكن نعملوه الأسنان ممكن نعملوه الشاعر ممكن نعملوه البشرة ديال وجه ديالنا الجسم المناطق الحساسة أيضا فعندوه بزاف ديال فوائد يعني فوائده كتير جدا على الشخص اللي غايستعملوه أكيد خصوصا لتبييد الأسنان فأنا شخصيا ممكن نستعملوه غير بوحده يعني إلى مكانش متوفر عندي الكوركم مثلا ممكن نستعملوه غير بوحده في الأسنان ديالي فكيبيض يعني من الاستعمال الأول كيت تبدأ سبليكم النتيجة يعني غزال بزاف يعني غزال بزاف بالنسبة للوصفة انتوما صبحت لي بهاد الشكل هذا يعني قوام لي هو سائل مشي عاقد بزاف ومشي سائل بزاف يعني في المتوسط قريبة كيبيض 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 تجيب هذا الشكل هذا وحتى رحت زيت جوز الهند أو زيت الكوكو كتهبل يا البنات يعني واحد الريحة كان خلط الآن ورحت زيت جوز الهند كتطلع من الوصفة كتهبل حتى الأسنان ديالكم بنسبة للناس اللي كانوا من ذيك الرائحة الكريهة في الأسنان فما كتبقاش يعني حتى ذيك الرائحة كتزول بنسبة للسيدات اللي عندهم ذيك الرائحة وما خلوا ما عملوا ما بغتش تحيد فغير جربوا هاد الوصفة وتفكروني فغير تحيد لكم بزاف ديال المشاكل غير تبيض لكم الأسنان وغير تحليكم المشكل ديال الرائحة الغير مستحبة والرائحة الكريهة في الأسنان وفي الفم بيصفة عامة فالوصفة صبحت لي بهاد الشكل هذا بعد ما تصبح ليكم البنات بهذا الشكل سوف تأخذ فرشات اللي كتكون بهذا الشكل هذا هانا هذي خضيتها ديال كالكت ممكن تأخذوا اي ماكوحة اخرى فقردي تأخذوا هادا الفرشات هذي ديال الاسنان ويعني تغطسوها فهاد الوصفة هذي ومن بعد تعملوها الاسنان ديالكم يعني تبدو تفركو بيها الاسنان ديالكم الاسفل الأعلى ومن الأعلى الاسفل حسب انتم ماش نبغيتو و من ورها 5 دقائق و 10 دقائق حاولوا تفركوهم بزيال البنات حاولوا فرشة الاسنان تمشي لكم الجواني تمشي لكم كل الفم ديالكم شي غير سننا نعملو لها و سننا ما نعملوش لها فالبصف ما غاد قدر ما تنجحش معانا اكيد فنعملو الاسنان ديالنا كاملين و نحاولو نغمروها بالوصفة مزيال نغمروها بالوصفة مزيال عاد نفركو بها الاسنان مدة 10 دقائق من بعد نغسلو الفم ديالنا مزيال و من ورها غادي تشوفو النتيجة خصوصا اللي بقيتم دومين عليها غير المدة ديال اسبوع فكونوا مزاكدين السفيران غايزول و البيض غادي تشوفوه بيض لي و انا استعمل شي غير بيض فقط فكنت من هذا الوصفة تعجبكم ما تنسوش بقتاجيوها و لا تعملو لها الشير مع الصديقات و الزوم العادية لكم في ليجو بواتساب و يوصي في ليجو بايسبوك شكرا لكم اللي حسن المتابعة لكم لهذا الفيديو لا تنسوش اللايك و شرككم في القناة ضغط ولا زل جرس و تابعونا على موقع التواصل الاجتماعي انا اقول لكم شوفكم ان شاء الله في اللقوشين فيديو خليت ليكم مراحة و لنفس المعليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله و بإذن الله كذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة